يستمر مسلسل سرقة كابلات الكهرباء وآخر فصوله في محيط سد البوشرية الام تي في حصلت على عملية السرقة موثقة فها هما السارقان يكسران باب محطة الكهرباء يدخل الأول فيما الثاني يبقى في الخارج للتأكد من أن ما من أحد سيكشف أمرهما وبعدها يفران وبحوزتهما كابلات تقدر بمئات دولارات أكثر شيء يركزه على كابلات النحاس كابلات النحاس أكثر شيء فيها بيع لأنه أغلى من الألمنيوم الألمنيوم سعره رخيص أرخص من النحاس بكتير مش بشوي المتر الألمنيوم يعني التورصة دي الخمسين ميلة أعتبر حقه اثنين دولار النحاس حقه شيء خمسة عشر دولار ولكن قد يكون الموت بأي لحظة مصير السارقين في خطورة كتير كبيرة يعني خصوصي إذا واحد عم بيقص كابل كهرباء وقشت الكهرباء فجأة في خطورة كتير على بفحم بيضل بأرضه والأمثلة واضحة ففي أيلول من العام الماضي لقي سارق حتفه بساقة كهربائية خلال سرقته الكابلات في قرية القاسمية قضاء صور هذا النوع من السرقات بات شبه يومي في مختلف المناطق والبلديات تطلق الصرخة نحن عنا مئتين وخمسة وعشرين محطة بالمنطقة تطور مثلاً فيه نضربنا تقريباً بعشرين محطة عندي أنا هون خمسة ألف مينيه ما فيك تحط حراس على خمسة ألف مينيه وكل مينيه فيه شخص كهرباء فيه ناس عندهم على السطح أضايا بيطلق عليهم على السطح الحل يكون فيه دولة وفيه سلطة بس بدأ قوي سلطة تكون قدرة تشوف حالها ويعرف الحرامة أنه فيه من عقبه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت عن توقيف الرأس المدبر لأحدى العصابات ليتبين أنه نفذ أكثر من عشرين عملية سرقت كبلات كهربائية في جبل لبنان وهو من أصحاب السوابق بسرقات مماثلة ألقي القبض إذن على بعض المرتكبين لكن خارج السجون مئات آخرون يسرحون ويسرقون